مرحبا وضحياتي إلى جميع طبعا ابن مسكوي يعتبر من رواد الفلاسفة المسلمين واترك آثار خالدة سواء في الأدب في التاريخ في الكيمياء في الطب وطبعا في الفلسفة والحكمة وخاصة في المجال الأخلاقي لدرجة أن لقبه البعض بالمعلم الرابع طبعا المعلم الرابع بعد أرسطو والفرابي والشيخ الرئيس بن سينة ولا عجب في الأمر إذا ما علمنا بأن مسكوي تتلمذ على يد نخبة من أهل العلم والفضل المشهود لهم في زمنه يعني من جملتهم مثلا هناك المؤرخ الكبير أبي بكر أحمد بن كامل القاضي وأيضا ابن الخمار وحتى الشيخ الرئيس ابن سينة طبعا على الرغم هنا من أن ابن سينة لم يقدر لم يقدر مواهب ابن مسكوي حق التقدير لبل خيب له أمله في مكان ما على العموم وكما قلت ترك ابن مسكوي آثار خالدة لا تمحى أبدا في عديد الفروع العلمية والمعرفية طبعا كتجسيد لتلك الموسوعية التي كان يتمتع بها على غرار أغلب فلاسفات ذلك العصر أيضا يعتبر مسكوي من أهم الفلاسفة الذين كتبوا في علم الأخلاق أو في ميدان الفلسفة الأخلاقية والاجتماعية ومن أهم أعماله في هذا المجال هناك مثلا كتاب الفوز الأصغر وأيضا كتاب رسالة في ما هي العدل وكتاب الحكمة الخالدة لكن يبقى أهم كتب ابن مسكوي على الإطلاق أو أهم كتاب لابن مسكوي في المجال الأخلاق تحديدا هو كتاب تهذيب الأخلاق وتطهير العرق هذا الكتاب الذي يعتبر واقع مصدر أساسي لدراسة فلسفة الأخلاق في القرن الرابع الهجري ولنقول أن مسكوي أشاد هذا الكتاب أو أقام هذا الكتاب أساسا على الأخلاق وعلى مفهوم الفضيلة الأخلاقية وعلى المعاملات بين الناس وعلى مسألة تنقية شخصية الفرد وتنقية البيئة الاجتماعية أو البيئة الأخلاقية لجماعة يعني مثلا يرى المفكر الجزائري الراحل الكبير محمد أركون وأركون ممن اعتنوا ودرسوا فكر ابن مسكوي بتركيز شديد فيرى أركون بأن قيمة فلسفة مسكوي تكمن في اعتماده منهجية تربوية دقيقة وتكمن في موسوعيته وفي تزوده بفضول معرفي لا حدود له أبدا إضافة كما يذكر أركون إلى تميز ابن مسكوي بسلوك أخلاقي قويم طبعا تجلى في سيرته الذاتية وفي مختلف أعماله وكتبه طيب في الواقع ضمن مسكوي هذا الكتاب كتاب تهذيب الأخلاق لنقل خلاصة تجربته الحياتية والفكرية وخلاصة مذهبه في السلوك وبالتالي وضع في داخل الكتاب وصية أخلاقية هامة جدا أو عدد من الوصايا الأخلاقية والاجتماعية التي دعا الإنسان للعمل بهديها والالتزام بها يعني إذا ما أراد هذا الإنسان أن يصل مثلا إلى أقرب ما يمكن الوصول إليه من ارتقاء للنفس للتشبه مثلا بالمثل العليا وبالكمال الإنساني طبعا حتى يعيش هذا الإنسان الحياة الفاضلة والسعيدة فكما قلت من جملة روائع ابن مسكوي في كتاب تهذيب الأخلاق تلك الوصية الأخلاقية التي كتبها في أواخر أيامه طبعا بعدما كما يقال تعطقت التجربة الحياتية لديه أو تعطقت تجربته الحياتية والسلوكية والاجتماعية وإذا لخصنا إذا لخصناها أو مررنا على أهم نقاط هذه الوصية بشكل سريع طبعا وموجز ومن دون الغوص في التفاصيل أو الشروحات وهي أصلا كما سنرى واضحة ولا تحتاج إلى عناء أو جهد أو شرح كبير فمثلا وكما قلت سأكتفي بعنوين الوصايا فمثلا يدعو مسكوي الإنسان أولا إلى إيثار الحق على الباطل في المعتقد والصدق على الكذب في الأقوال والخير على الشر في الأفعال ثانيا يدعو الإنسان إلى المثابرة على جهاد النفس على جهاد النفس فيه على حد تعبيره في تلك الحرب الدائرة على الدوام بين الإنسان ونفسه ثلاثة يدعوه إلى التمسك بالشريعة ولزوم وظائفها أربعة عدم الثقة المطلقة بالناس وعدم الاسترسال بالكلام بغير هدى خمسة يدعو مسكوي الإنسان لكي يتعلم الصمت قليلا قبل الكلام حتى يستشار فيه العقل ستة محبة الجمال لذاته ومحبة الجميل لأنه جميل لا لغير ذلك سبعة عدم التردد في فعل كل ما هو صواب وبالمقابل عدم التردد في اجتناب كل ما هو خاطئ تمامة الإشفاق على الزمان لكي يستعمل في المهم دون غيره بمعنى أن لا يضيع الإنسان العمر فيما هو تافه مثلا أو فيما هو لا يستحق صرف الوقت عليه لا بل على الإنسان بحسب مسكوي أن يصرف هذا العمر القصير على ما هو نافع على ما هو مفيد على ما يسمو بالإنسان وبمعرفته وبنفسه التسعة ترك الخوف من الموت لعمل ما ينبغي بمعنى أن لا يتحول الخوف من الموت عند الإنسان إلى حالة من اليأس تقعد الإنسان عن العمل عن السعي عن التمتع بحياته لا طالما أنت على قيد الحياة ما زلت على قيد الحياة فلا ترمي بنفسك إلى الموت قبل الأوان عشرة عدم الاكتراف لأقوال أهل الشر والحسد 11 حسن احتمال الغنى والفقر والكرامة والهوان وكل تقلبات الدهر بجهة وجهة على حتى تعبير مسكوي 12 على الإنسان أن يتعلم أن يذكر المرض وقت الصحة أو العافية وأن يذكر الهم وقت الفرح وأن يتعلم الرضا عند الغضب 13 يدعو مسكوي الإنسان إلى الاقتصاد في طلبات البدن وفي تلبية شهواته مثلا وغرائزه ورغبات البدن بشكل عام كما يقول حتى لا يصل به الإسراف إلى ما يضر ويهتك المروءة 14 بالمقابل عدم الاقتصاد في طلب العلم وفي طلب المعرفة الصالحة 15 على الإنسان أن يهذب نفسه وأن يصلحها حتى يصل بها من خلال هذه المجاهدة إلى الفضيلة والعدلة 16 قوة الأمل وحسن الرجاء 17 وأخيرا الثقة بالله دائما وصرف جميع البال إليه وشكرا على اللقاء وشكرا على المشاهدة